قضية الفتنة في الأردن تنتهي بأحكام السجن محكمة أمن الدولة الأردنية قضت بسجن المتهمين فيما يعرف بقضية الفتنة واستهداف أمن الأردن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً مع الأشغال لكل منهما تقرر المحكمة بالإجماع معي أولاً بالنسبة للمجرم الأول باسم إبراهيم يوسف عوض الله عملاً بأحكام المادة 149 على واحد من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى وغصدرت المحكمة حكمها بعد إدانتهما بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالنسبة للمجرم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم عملاً بأحكام المادة 149 على واحد من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى كما أدين بن زيد بتهمة حيازة المخدرات وتعاطيها وحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت إحالة قرار محكمة أمن الدولة إلى محكمة التمييز بحسب وسائل إعلام أردنية وستقرر محكمة التمييز الأخذ بالطعن بالقرار أو الموافقة على الحكم خلال شهر شكراً للمشاهدة